الليلة لا هنا ترسم منصة إن شاء الله فيها فرص عمل عديدة حتى في بعض القطاعات فيها قطاع المعادن فيها قطاع الإشغال العامة إذن العمل خالق، الوظائف خالقين، المهارة هي اللي اتقلنا، الحكومة قررت على أنها تنشأ صندوق وطني للتشغيل لا يعالج بعض الأمور خلاصة نقول لكم مهمة هذا الصندوق أنه مهمته هو تمويل أنشطة وبرامج ترقية التشغيل وريادة العمال خصوصا برامج تحسين قابلية التشغيل، برامج أنشطة تدريب والدعم الإدماج، برامج تطوير ترقية المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المسوح والدراسات حول سوق العمل وتقييم وتأثير البرامج الممولة من طرف الصندوق أوروض التمويل، الصندوق عنده أهلت نوافذ النافذة الأولى هو التمويلات الموجهة لتطوير ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي النافذة الثانية هي تمويل أنشطة الوساطة في ميدان التشغيل والاستثمار والتدريب وتحسين قابلية التشغيل والنافذة الثالثة هو تمويل المسوح والدراسات حول سوق العمل كيف ذكرتكم الآن فيما يتعلق تسير الصندوق، الحكومة قررت أن يفوض التسير الانتماني للصندوق الوطني للتشغيل إلى صندوق الإداء والتنمية اللي هو سيده ولله يسير ذلك هذا الصندوق عبر اتفاقية مواقع مع وزارة المالية ووزارة التشغيل والتكوين المهني وفهم مملي قيادة الصندوق اللي لاجنة فيها لجنتين، لجنة التوجيه الاستراتيجي المكونة من وزارة المالية ووزارة التشغيل والتكوين المهني والمدير عام لصندوق الإداء والتنمية وفهم لجنة التمويل التي تضم جميع القطاعات المعنية بالتمويلات خاصة التمويلات المقدمة لأصحاب المشارع